موسيقى موسيقى أهلا بكم مع بداية العام الميلادي الجديد خرجت في إسرائيل حكومة جديدة توصف بأنها الأكثر تطرفا منذ نشوء الدولة ولم يضيع وزير الأمن الداخلي الجديد في هذه الحكومة إيتمار بنكفير لم يضيع الوقت في استجلاب الكثير من الاستهجان والنقد العربي والإسلامي والعالمي باقتحامه باحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية فما هي فرص بقاء هذه الحكومة الجديدة في ظل أزمات إسرائيل السياسية المتكررة وهل تقود هذه الحكومة المنطقة نحو التوتر كما يعتقد كثيرون بسبب نهجها المتطرف الداعم لزيادة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وهل ما زال بالإمكان الحديث عن عملية سلام مع الطرف الفلسطيني نناقش ذلك مع داني دانون السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة وعضو الكنيسة عن حزب الليكود في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مواجهة سيد دانون مرحبا بك معنا في حلقة هذا الأسبوع من مواجهة الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل هذه الأوصاف أطلقها الداخل الإسرائيلي والخارج أيضا أصدقاء إسرائيل حتى استخدموا مثل هذه الأوصاف البعض ذهب إلى أبعد من ذلك ليتحدث عن عنصرية وفاشية هل تتفق مع مثل هذه الأوصاف أو بعضها على الأقل أنا بطبع لا أوفق على ذلك أعتقد أن الوصف الذي ذكرتموه ليس بواضح وعلينا أن نسمح لهذه الحكومة أن تبدأ بعملها وتظهر سياساتنا قبل أن نتوصل إلى استنتاجات بشأنها رئيس الوزراء بنيامير نتنياهو كان رئيسا للوزراء خلال 15 عاما وأظهر جميعا أننا ملتزمون بالسلام وأنتم أول من وقعوا على الاتفاقات السلام وأنا بإمكاني القول أن إحدى أولويات الحكومة الجديدة ستكون توسيع الاتفاقات السلام لدول أخرى بالإضافة إلى درء مخاطر إيران في المتاقة برمتها بالتالي يجب أن لا ننتقل إلى الاستنتاجات وعلينا أن نسمح للحكومات الجديدة أن تثبت سياساتها وأفعالها سأسألك عن السلام بعد قليل السلام الذي يريد سيد نتنياهو توسيعه كما أشارت ولكن قبل ذلك فيما يتعلق بهذه الحكومة البعض يقول هذه الحكومة وصفة كارثية لإسرائيل البعض يقول هذه حكومة تضم شخصيات أولا تحيط بها شبهات فساد بعضهم مدانون بالفساد وحكم عليهم بالسجن الشخصيات الأخرى هي شخصيات متطرفة متشددة أليست هذه وصفة كارثية بالنسبة لإسرائيل برأيك؟ بتأكيد لا نحن نملك ديمقراطية ونملك أكثر من تسعة ملايين شخص ومعظمهم ذابوا إلى مراكز الاقتراع منذ بدعة أسابيع وهم الذين طلبوا من بدين بنتنياهو أن نقود البلاد وعلينا أن نسمح لحكمة الشعب في إسرائيل في تقرير مصيره وعلينا الانتظار قبل أن نتوصل إلى سنتاجات بشأن مستقبل هذه الحكومة الجديدة أنا أعرف أن معظم المشاركين في هذه الحكومة وأقول أنهم قاد مسؤولين ويرودون بذل أمور جيدة لإسرائيل وذلك لتعزيز الاقتصاد ودعم كانوا من اليهود والمسلمين والمسيحيين في إسرائيل طيب إذا كان عند بعض الوقت في نهاية هذه الحلقة ربما نستعرض بعض هذه الأسماء معا سيد دانون دعني أتوجه مباشرة إلى مسألة زيارة إيتمار بن كفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى زيارة استفزت الكثيرين داخل إسرائيل وخارج إسرائيل وسمعنا الكثير من الانتقادات من أصدقاء إسرائيل تحديدا البعض يقول لماذا هذه الزيارة لا سبب سوى الاستفزاز أنتم في حزب الليكود كيف نظرتم إلى هذه الزيارة في إسرائيل نؤمن بالتعايش وبحرية الأديان وحين نتكلم عن حرية الأديان فهو يعني سماح لجميع بممارسة تقوصهم الخاصة ما يعني أنه يحق للمسلمين أن يذهبوا إلى جبل الهيكل بالإضافة إلى المسيحيين واليكود ونعرف أن الوزير بن كفير بحسب القانون يسمح له الذهاب إلى جبل الهيكل بإمكانه أن تدعو ذلك بالسفزازات ولكن آخرون سيكون ذلك أنه يمارس حقه بممارسة تقوصه ولكن بإمكاني أن أكدوا لكم أننا لن نغير ماذا يحصل في القدس ونحن ملتزمون بالسماح والاستمرار حرية ممارسة الأديان للجميع هنا في القدس لكن المسألة سيد دانون لا تتعلق بحرية التنقل وحرية الحركة ولا حتى بمسألة الأمور الدينية لنستمع إلى ما قاله السيد بن كفير نفسه في تغريدة قبل أيام حول هذه المسألة يقول إتمار بن كفير جبل الهيكل ليس مجرد مسألة دينية إنه يرمز أيضا للسيادة والحكم والعدو يقيس قدراتنا وفقا لأفعالنا هناك إذن المسألة لا تتعلق من وجهة نظره بحرية التنقل وحرية الحركة وحرية زيارة هذه الأماكن بل هو يريد أن يثبت نقطة وهي أن هذه المنطقة هي تحت السيادة الإسرائيلية ما رأيك في ذلك؟ مجددا نحن ديمقراطية منذ بدعة أصابيع بعض أضال الكنيسات من المسلمين ومن العرب ذهبوا إلى جبل الهيكل وقاموا بإعلانات تشير إلى عكس ما يجب أن يحصل على هذا الجبل في القدس وتمت حمايته من قبل الجنديين بحديثاتهم وشرطية نفسهم نحن ملتزمون بحرية التعبير وبالديمقراطية وبإمكان للعرب أن يكونوا ما يريدونه بالإضافة إلى سيد بنغفير وزير الأمن القومي ولكن علينا ضمان أن يسمحوا للجميع بممارسة رغبته بطريقة ديمقراطية وبطريقة سلمية ولكن هذا وزير سيد دانون هذا وزير في الحكومة الإسرائيلية ويمثل هذه الحكومة بشكل أو بآخر دعني أسألك هل السيد نتنياهو أعطى ضوء أخضر لهذه الزيارة لأنه قرأنا في بعض التقارير بأن هذه الزيارة تمت بموافقة رئيس الحكومة السيد نتنياهو لا يهم إذا كنت وزيرا أو رئيس الوزراء أو مدنيا أو مقهما للجميع الحقوق نفسها يجب لا يحق لأي أحد الحصول على أي تلخيص خاص لذهاب إلى جبل الهيكل يمنع شخص من الذهاب إلى جبل الهيكل ما إذا كانت هناك تقارير استخباراتية بشأنه وبشأن مساء الأمنية ولكن أعتقد أن الحالة كانت كذلك حتى لو كان الوزير مقيما بإمكانه الذهاب إلى كل الأراضي وزيارة أي منطقات يريدها بعد بضعة أيام من زيارة بنغفير لجبل الهيكل هناك ألاف اليهود الذين ذهبوا إلى الجبل وهناك ألاف المسلمين واليهود والمسلمين الذين يزيرون هذا المقام وسيستمرون بفعل ذلك ولكن هل أعطى السيد نتنياهو موافقة للسيد بنغفير للقيام بهذه الزيارة فسأت لكم الأمر ليس بإمكانها أن يعطي ضوء الأخذ لأي أحد فيمكن لأي أحد الذهاب إلى جبل الهيكل لزيارته ولكن يمنع شخص من الذهاب إلى الجبل إذا كنا نعلم أن هناك مساء الأمنية تتعلق بشأنه وهذه لم تكن حالة بنغفير يعني حتى كبير حاخمات اليهود السفردين في إسرائيل يتسحاق يوسف وجه نداء للسيد بنغفير يقول فيه باسم الحاخمية الكبرى أطلب منك أن تمتنع في المستقبل عن الذهاب إلى جبل الهيكل وكل منطقة فيه من الواضح أنك كوزير لا يمكنك مخالفة تعليمات الحاخمية ماذا سيقول الناس عندما يرون وزيرا يهوديا ملتزما يستهزئ بمواقف الحاخمية يعني حتى كبير الحاخمات اليهود السفردين طلب منه أن لا يذهب هناك سيد دانا تسمعوني نحن نحترم رأي كبير الحاخمات ونعرف أن قرار رأيبان غفير اتخذه لأنه يريد ممارسة تقوصه اليهودية بعض اليهود تعتقدون أنه ممنوع عليهم زيارة جبل الهيكل لأنه موقع مقدس بيجب علينا زيارته ولكن آخرون يؤمنون أنه علينا زيارة هذا الموقع وكل سيقرر ما إذا يريدون الاستماع إلى حاخمه إذا لا يتعلق الأمن بإذا هذا الزيارة ممنوع قانونا بل القانون يسمح لهم بزيارة هذا الجبل ولكن إذا أحد أراد احترام رأي حاخمه فبإمكاني فعل ذلك أنا لست هنا لدفاع عن قراراتي بين غفير وأنا أحترم القادة الدينيين بشكل عام ولكن أنا أعتقد أنه حما يتعلق بشرعية هذه الزيارة فعلينا أن نوضح للجميع أنه اليوم هذا المكان المقدس مفتوح للجميع للمسلمين والمسيحيين واليهود طيب دعني أسألك السؤال بطريقة أخرى سيد دانون هل تؤمن أنت بأن إسرائيل لديها سيادة على هذا المكان القدس اليوم هي العاصمة الوحيدة في الشرق الأوسط حيث يتوفر فيها حرية المعتقد وحرية الأديان وهناك أشخاص من مختلف الأديان والخلفية الذين يحق لهم ممارسة تقوسهم ومنذ تحرير القدس عام 1967 يحق للمسيحيين والمسلمين واليهود الذهاب إلى جبل الهيكل وعلينا الآن أن نتمتع بهذه الحقوق وعلينا أن نتمكن من استمرار السيطرة الإسرائيل على هذه المناطق وعلى القدس أن تبقى موحدة وفي الوقت عينه علينا دمان حرية المعتقد ويجب أن لا نستخاف بها فمحما حصل قبل عام 1967 حين كان لا يحق لليهود والمسيحيين الذهاب إلى الأماكن المقدسة فأنا أعتقد أن الآن نحن نملك الحق في الذهاب إلى أينما نريد ونملك حرية المعتقد في عاصمتنا نعم أنت تعود إلى مسألة حرية المعتقد وحرية الترقل أنا أتحدث عن السيادة سيد دانون هل تعتقد بأن إسرائيل لها السيادة على الحرم القدسي المسألة واضحة جدا نحن نطبق السيادة على القدس على أنها العاصمة الموحدة لإسرائيل أما فيما يتعلق بشبل الهيكل هناك اتفاقات خاصة مع الوقف ومع الأردن وهذه الاتفاقات تتبق كل يوم ونحن ننصق كل هذه الأمور بحسب هذا الاتفاق طيب نتحدث قليلا عن عملية السلام لأن السيد نتنياهو يتحدث عن هذا الموضوع بشكل مستمر إلى أين تمضي؟ دعنا أولا نستمع إلى ما قال له رئيس الوزراء السيد نتنياهو في جلسة لحكومته الجديدة نحن عازمون على تعميق اتفاقات السلام مع ست دول عربية كما سنضيف لها إنجازات تاريخية مع دول أخرى في المنطقة أمامنا الكثير من العمل ولا وقت لنضيعه سيد دانون من الواضح أن السيد نتنياهو يريد توسيع عملية السلام لتشمل دول جديدة دائما يتحدث عن هذه المسألة ولكن لا يشير إلى السلام مع الفلسطينيين الطرف الأساسي الذي له مشكلة مع إسرائيل لماذا برأيك؟ أنا وفقكم رأي أولويات رئيس الوزراء والحكومة الشديدة توسيع الاتفاقات الإبراهيمية لدول أخرى في المنطقة ونحن فخرون جدا بهذا الاتفاق وهي حكومة الليقود التي وقعت على الاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل والآن رئيس الوزراء مساعد لتوسيع عملية السلام مع دول أخرى في المنطقة أما فيما يتعلق بالفلسطينيين للأسف أمام شريك حيوي بينهم والجميع يعرفوا في الشرق الأوسط أن الأمر لا يعود لنا بل بأن الفلسطينيين عفضون تكلّم معنا ويفضلون الذهاب إلى الأمم المتحدة وتمرير القرارات ومحاولة أحراج إسرائيل عودا عن الجلوس على طويلة الحوار وتكلم معنا فبطريقة عينها التي وقعنا على اتفاق السلام مع الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب والسودان نحن نريد تحقيق السلام مع الفلسطينيين ولكن سيتطلب ذلك مفاوضات مباشرة بيننا وبين الفلسطينيين ولكن الجانب الفلسطيني لا يرفض الحديث مع إسرائيل أبو مازن ومسؤولين آخرين يكررونها باستمرار نحن مستعدون في أي وقت للعودة إلى طاولة المفاوضات للأسس فهذا ما لا يحصل أنا عملته في الأمم المتحدة لسنوات عديدة وحاولنا لسنوات طويلة بدء الحوار نعرف أن الرئيس محمود عباس يقول لنا بوضوضوح أنه سيستمر بالمفاوضات في حال عرف ما ستكون نتيجة هذه المفاوضات بالتالي هو يريد أن يعرف ما هي نتيجة هذه المفاوضات قبل حتى أن يبدأ بهذه العملية ولكن هذه ليست طريقة مبارسة العمل وليست كيف يمكننا المضيق قدما الطريقة والفضلة عودا عن ذهاب إلى الأمم المتحدة أو ذهاب إلى العواصم العربية وتكلم ضد إسرائيل أعتقد أن المسار الصحيح سيكون الأتقاء في رمالة وفي القدس أو في أي مكان آخر للتكلم بشكل مباشر ولكن النتيجة النهائية لعملية السلام سيدانا معروفة وعليها إجماع ليس فقط إجماع فلسطيني هناك إجماع دولي حتى أصدقائكم الأمريكيون يجمعون على أن النتيجة النهائية هي دولتين هل يؤمن السيد نتنياهو بحل الدولتين؟ رئيس الوسران بن يامير نتنياهو قالوا في السابق أنه مستعد للعودة إلى طويلة الحوار والمفاوضات للتحدث بشأن هذا الموضوع وكان هذا جريعا جدا بالتالي بإمكاني أن أقول أنه نريد أن أتكلم بشأن كل الأمور والمضيق ضمان بدون إجراء التزامات بشأن نتيجة المفاوضات وأعتقد أن هذه طريقة تسمح لنا بالمضيق قدما وليس علينا أن نعلم مسبقا كيف علينا التوجه بل علينا الجلوس معنا ومحاولة إجاهة الطريق الوسطى بيننا نعم ولكن باختصار هل تعتقد بأنه بن يامير نتنياهو يؤمن بحل الدولتين؟ في السابق قدم بن يامير نتنياهو خطبا أمام أحدى الجامعات وتكلم عن مسألة حل الدولتين بالإضافة إلى بعض الشروط والقيود عليها وأنا أعتقد أن ذلك كان منذ أكثر من عشر سنوات ولكن علينا أن نجلس اليوم معا لتكلم عن كل المساءل العالقة نحن مساعدون لفعل ذلك ولكن لسه متأكدا من أننا نملك شركة في الطرف الفلسطيني هل تؤمن أنت سيد دانون بحل الدولتين؟ أنا أؤمن بالمفاوضات وأعتقد أنه من الخطأ عدم التوصل إلى الإسنتاجات حين أتكلم عن حل الدولتين في الكثير من الأمكان يسألوننا ما إذا دولة الفلسطينية ستشبه حماسة في غزة لا أحد مستعد لخلق دولة إرهابية بالقرب منه فإذا كلمنا مع الإمارات والبحرين وهي دول مسالمة فنحن نعلم أنها مستعدة لبدء الحوارات بطريقتنا منفتحها بالتالي علينا أن نجلس معنا على طويلة الحوار وتكلهم في كل المساءل العالقة بيننا للمدي قدوم نعم ولكن سيد دانون مشكلة إسرائيل ليست مع البحرين ولا مع المغرب ولا مع السودان ولا مع السعودية مشكلة إسرائيل الأساسية هي مع الجانب الفلسطيني هل تتوقع أن يقوم السيد نتنياهو بتحريك هذا المسار مسار السلام مع الجانب الفلسطيني أعتقد أن رئيس الوزراء بن يمين يتنياهو يريد المضيق دوما على جميع الأطراف أو جميع المسائل بما فيها مع الفلسطينيين ولكن أنا لا أعتقد أن محمود عباس في هذه المرحلة من مسارته المهنية مستعد لبدء بتقديم التسويات والتنازلات لأنه حين نتكلم عن إرساء السلام نتكلم عن تقديم تسويات نحن دفعنا ثمن ذلك باهظا مع مصر ونحن محظوظون بالتحليب هذا السلام مع مصر ولكن لا أعتقد أن محمود عباس في مرحلة من حياته يريد الجلوس معا معنا لتقديم أي من التنازلات يعني أنا سألتك عن حل الدولتين سيد دانو لأنه بن يمين نتنياهو كان له تغريدة منذ أيام قليلة أربعة أو خمس أيام حول هذا الموضوع يقول السيد نتنياهو في هذه التغريدة هذه هي الخطوط الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية التي أرأسها الشعب اليهودي يملك الحق الخاص وغير القابل للنقاش على كل مناطق أرض إسرائيل الحكومة ستشجع وتطور الاستيطان في كل مناطق أرض إسرائيل في الجليل والنقب والجولان ويهودة والسامرة يهودة والسامرة يعني الضفة الغربية المحتلة واضح أن السيد نتنياهو لا يعتزم بأي شكل من الأشكال تقديم أي تنازلات لها علاقة بحل الدولتين هذا ما يفهم على الأقل من هذه التغريدة ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أنه من الواضح ليس فقط بالنسبة لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ولكن أيضا للجميع أننا لأسف لا نملك شريكا من الجانب الفلسطيني إن سنحبنا من غزة في 2005 ونعرف أن ما من احتلال كما تدعونه هنا في المنطقة وما من ومن يهودة في القطاع غزة ولكن أعتقد أنهم سيستغردون هذا الواقع وسيعملون مع جهاتنا مختلفة ولكن ننظروا ماذا يحصلوا في غزة اليوم نعرف أن حماس السلام تلوضع وهناك الكثير من المتطرفين وعلينا أن نعمل على أرساء السلام والأمن في المنطقة كل بضعة أشهر نحن نصلي للسلام في المنطقة ونعرف أن بن يمين نتنياهو مساعدة تكلم عن السلام مع كل الأطراف ولكن نحن نشكك بعملية السلام لأننا لا نحدد من هو الشريط الحقيقي بين القيادة الفلسطينية اليوم إذن نتوقع من هذه الحكومة سيد دانون أن تستمر في مسألة توسيع الاستيطان والسيطرة على مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة هذا ما أفهم على الأقل من كلامك أنا قلت بوضوح أننا مستعدون لتفاوض مع الجميع ولكن في الوقت عين نحن نملك مجتمعاً يهودياً أنتم تتكلمون أنه محتل ولكن نحن نختلف بشأن هذا الوصف وأنا أعتقد أننا اليوم أصبح معلوم للجميع أن الفلسطينيين لا يذهبوا إلى أي مكان ولكن نحن أيضاً هنا للبقاء وأنا أعتقد أنهما إن تعترفوا القيادة الفلسطينية بواقع أننا سنبقى في المنطقة عليهم أن يجلسوا معنا على طاولة الحوار ويعترفوا بواقع وجودنا وعليهم أن يتعايشوا معنا ويعملوا معنا وأنا أمل وأصلي أن الجانب الفلسطيني سيأتي إلى هذه النتيجة الجانب الفلسطيني اعترف بإسرائيل سيد دانون في سنة 88 المؤتمر المعروف في الجزائر الرئيس الراحل ياسر عرفات اعترف بشكل واضح بإسرائيل الرئيس الحالي محمود عباز هو من وقع على اتفاقية أسلو في البيت الأبيض الجانب الفلسطيني اعترف بوجود دولة إسرائيل هل إسرائيل مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية أنا لا أوافقكم الرأي مع ما قلتمهم للأسف لم نسمع أو نرى أي اعتراف لدولة إسرائيل أنا أنظر إلى كتب التاريخ وأرى أنه من حتى أيضا إسرائيل على الخارطة بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وبالتالي لن يعترفوا بحقيقة دولة إسرائيل نحن نقر بوجود الفلسطينيين وبأنهم موجودين للبقاء وعليهم أن يجدوا طريقة لتعايش معنا ومن أجل تحقيق ذلك وفيما يتعلق بالإعلانات المختلفة علينا العودة إلى طويلة الحوار أتذكر حين كنت أعمل في رمض المتحدة اقتربت من الرئيس محمود عباس وقلت له عوضا على المجيء هنا ولوما لفعل كل شيء أنتم في سبيل سيارتكم سياسية منذ أكثر من 75 عاما دعونا نذهب إلى الشرق الأوسط ونبدأ بالتفاوض بشأن السلام ونأمل أنهم من خلال شركائنا في المنطقة ودول المعتدلة العربية سنتمكن من الالتقاء مع بعضنا البعض وننقشة كل هذه المسائل هناك سيد دانون من يتوقع حتى داخل إسرائيل أن لا تصمد هذه الحكومة طويلا لأنها تضم هذه الخلطة من العناصر المتطرفة وغيره هذا ليس من مصلحة إسرائيل كما يقول البعض رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لبيد كان له تغريدة حول هذا الموضوع يقول هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف لتسليم المسئولية لأكثر شخص غير مسئول في الشرق الأوسط وفي أكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط تتحدث عن بين كفير والعناصر المتطرفة الأخرى ما رأيك؟ هل ستصمد هذه الحكومة لفترة طويلة بهذه التركيبة الحالية؟ سيد لبيد لم يعد رئيسا للوزراء بل هو لأنزع عيم المعارضة وبالتالي يقول أن الحكومة لن تضوم وهو الآن يريد الهجوم وتهجم على هذه الحكومة الحكومة قد تسلمت مهامها لن نعرف لماذا ستبقى في السيطرة وفي القوة ولكن نعرف أن الأكثرية في الحكومة أما فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن فأعتقد أن الشعب الإسرائيلي سيستمروا بدعم الحكومة ورئيس الوزراء نعم ولكن هناك كما تعرف سيد دانون الكثير من التساؤلات المطروحة في منطقتنا بعد أن تسلمت هذه الحكومة حتى داخل إسرائيل هناك من يتساءل عن المستقبل عن كيف سيكون الوضع العلاق مع الفلسطينيين إلى آخره اليوم كان هناك مقالة رأي لافتة في صحيفة الجروسالينبوست للكاتب جيرشون باسكن يقول السيد باسكن ستواصل إسرائيل انتهاك القانون الدولي وستستمر في بناء المستوطنات غير الشرعية سيواصل الجيش الإسرائيلي مداهمة البلدات والقرى الفلسطينية واحتجاز مئات الفلسطينيين إداريا بدون محاكمات وستبقى إسرائيل تفلت من العقاب مهما فعلت للفلسطينيين هذا كلام صحفيين إسرائيليين يعبرون عن قلقهم من المرحلة القادمة كيف ترد على هذه المخاوف أعتقد أن ما تحاولون فعله الآن هو مجرد رفاكندر فأنكم الآن تقطبسون مقالا عن شخص واحد ليس فعلا برأي عام أنا أتعامل مع مثل هذه الخطابات منذ سنوات طويلة في الأمم المتحدة بإمكانكم لوم إسرائيل للكثير من الأمور هذا ما فعله الفلسطينيين لفترتين طويلة وبعد العمل على التكلم عن حل الدولتين ولكن نعرف أن الجميع يحاولوا القالوم على إسرائيل بإمكانكم أن تقطبسوا من العديد من الكتاب في الكثير من الصحف والقالوم على إسرائيل لكل شيء ولكن لن نتمكن من المضيق قدما من خلال هذا التصرف والعمل على المسار الصحيح نحن سنبقى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين وعلينا العمل على الجلوس على طويلة الحوار لبدء محورات ومفاوضات جدية نحن نمارس لعبة القالوم منذ سنوات وستستمر لفترة طويلة ولكنها لن تساعد أي أحد كان من الجانب الفلسطيني ويجب على الجميع معرفة ذلك سيد دانون داني أسألك أخيرا عن العلاقة مع الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تقول لن نقبل بأي سياسة تقوض حل الدولتين كلام واضح موجه للحكومة الحالية كيف تتوقع أن تكون العلاقة مع إدارة الرئيس بايدن تملك إسرائيل والولايات المتحدة علاقة وطيضة وسنستمر بالتعاون معا في العديد من المسائل وتقدر أيضا واشنطن حقيقة أن إسرائيل هي ديمقراطية قوية وأننا في الجبهة الأمامية في النزاعات في الشرق الأوسط ونملك أعداء مشابهين كإيران وحلفاء كالإمارات والبحرين وسنستمر بالعمل معا وسنخوض أيضا علاقات أفضل وأعرف أن الرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو قد التقى الرئيس بايدن مرارا وأنا متأكد من أن سنستمر بالعمل معا في المستقبل القريب أشكرك سيد داني دانا عضو الكنيسة عن حزب الليكود والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة كان معنا مباشرة من القدس نهاية مواجهة لهذا الأسبوع مشاهدين الكرام الأسبوع القادم مواجهة جديدة مع ضيف جديد إلى النقاط شكرا